نقدر نشوف شوارع مصر معالم مصر أحياء مصر من خلال السينما من أول لأربعينات لما بنشوف سلامة في خير فاكرين نجيب الريحاني وهو ماشي في الشارع وأسبق العجل اللي بيجي وبيقعد يجي دي وراه ومطاردات الشوارع اللي بتحصل في سلامة في خير وفي ساعة عمر برضو ميازي مصطفى بيعمل نفس الحكاية شوارع القاهرة يعني موجودة وحاضرة نقدر نشوف الأربعينات نقدر نشوف شارع عدلي وسط البلد نقدر نشوف شارع بخلق سروت شارع نازلي اللي هو رمسيس بعد كده شارع فؤاد اللي هو ستة عشرين يوليو بعد كده شوف الشوارع دي كلها نقدر نشوفها في حياء أمود بشكل رهيب كأنه بيتابع في القصر العيني لحظة بلحظة بما فيه الترمية اللي موجود بما فيه المباني اللي تشالت بما فيه الفنادق اللي لسه موجودة بما فيه كل هذه التفاصيل شوارع نصر تجدها على شاشة السلمة المصرية وتقدر تتعامل معها باعتبارها كمغرافية حية عايز تعرف وسط البلد عايز تتأكد يعني إيه اللي حصل في وسط البلد بلاش تعمل أي ما تروحش وسط البلد أصل تعمل إيه تتفرج على أفلام عطف الطيب شوف فيلم ملف الأدام يتجول في شوارع وسط البلد وكأنك تعيش فيها لحظة بلحظة بمحلاتها ببيوتها بعميرها بمداخلها بمخارجها بحواريها تلقتها وتقعد بقى تستمر في وسط البلد ده حالة كبيرة قوي مع السلمة المصرية ده محمد خان حتى بنات وسط البلد يعمل حالة وسط البلد وسط البلد واضح إنها كانت فيها يعني تبعت على شغف كده لدى السينما المصري وهتلاقيها موجودة في أفلام كتير وسط البلد بطريقة حاضرة وناظرة للغاية يمكن تقريبا كل أفلام محمد خان لكن محمد خان تلاقيه مهتم كتير جدا بمصر الجديدة لأنه ابن مصر الجديدة حي مصر الجديدة بالمترو بالشوارع بالبيوت بالبواكي دي بتاعة الطرق بالبلكونات والشرفات المليانة متجدلة كده بعمرة عظيمة جدا هتلاقيها عن محمد خان شغف رهيب بالمترو هتلاقيه من أول فيلم له من أول ضربة شمس أول فيلم له تقدر تمسك في إيدك خريطة لمصر الجديدة حديثة وتقارنها بخريطة مصر الجديدة زمان من خلال سنة الثمانين في فيلم محمد خان ضربة شمس تقدر تتابع مع محمد شمس في محمد خان في أحلام هند وكاميليا تطورات مصر الجديدة بردو كأن احنا بنسجل شوارعنا وحياتنا بمنتهى الصدق بمنتهى الجمال ومنتهى الضقة في السيمة المصري ترجمة نانسي قنقر